البداية من ديالة إذ اغتال مسلحون مجهولون الدكتور أحمد طلال المدفع المتخصص بأمراض القلب في مستشفى بعقوبة تعليمي أمام منزله وسط المدينة هذا واعتبر الدائرة صحة ديالة اغتيالة المدفعي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي تستهدف الأطباء وخاصة في ديالة وأن الجريمة هدفها منع الكفاءات والعقول من إداء دورها الإنساني مطالبة في الوقت نفسه الأجهزة الأمنية بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الجريمة الجديدة وجهات التي تقف وراءها من جانبهم شيع أهالي الدكتور المغدور جثمان فقيدهم إلى وثواه الأخير في مدينة بعقوبة